ألعاب الفيديو تعتبر هواية ولو بتقارنها مع أي هواية ثانية فرح تشوف أن ألعاب الفيديو هي أكثر هواية آمنة في العالم لأنه في كل بساطة عشان تلعب تحتاج تقعد في بيتك في أمان الله تشغل الجهاز وتبدأ لعب على عكس هوايات ثانية كتير بس أحياناً هواية ألعاب الفيديو ما تعتبر آمنة وممكن تأدي إلى مصايد نفس الفيديو اللي سويته السنة الماضية عشرة أشخاص ماتوا من وراء الألعاب ونفس فيديو اليوم عشرة أشخاص دخلوا على السجن ونخرب بيتهم من وراء ألعاب الفيديو فيلا خلنا نبدأ قبل أن نبدأ بسحب أعلن عن الفائز بآخر giveaway على مقود القيادة وأعلن عن الجيفووي الجديد giveaway الشهر الماضي كان على مقود قيادة خاص بالألعاب وكان بآخر فيديوهين توب 10 والفائز معنا هو ياسر الدوسري إن شاء الله ألف مبروك والgiveووي الجديد مقدم من شركة ASUS على أقوى راوتر ألعاب موجود حالياً بالسوق يلي هو ROG STREX GSAX 5400 هذا الراوتر رهيب مخصص للألعاب الراوتر فيه عدة مودات للألعاب فيه مود خاص للألعاب على الموبايل فلو فعلته الراوتر رح يضبط لك الإنترنت للجيمينج على الموبايل نفس الشي مع الكونسول مع البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس الجديد والبي سي والراوتر بيدعم الجنريشن الجديد من الواي فاي اللي هو واي فاي 6 والراوتر بيستحمل سرعة إنترنت بتوصل إلى 5400 ميجابايت بير سكند غير كذا الراوتر فيه خدمة VPN Infusion والراوتر فيه نظام حماية جداً قوي بيحمي أي جهاز منتصل عليه من الاختراف إذا حاب تدخل بفرصة للفوت على هالراوتر كله عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك أي تعليق مع وسيلة التواصل معك ويلا خلا نبدأ بالفيديو بالمرتبة العاشرة عنا يوتيوبر روسي اسمه راسلان سوكوبولسكي وكان مشهور بلعبة بوكيمون جو أظن معظمكم بيعرف لعبة بوكيمون جو بس العشرحها بشكل سريع للناس اللي ما بيعرفوا بوكيمون جو لعبة نزلت عام 2016 وكانت فقط على الموبايلات فكرة اللعبة بكل بساطة هي إنك تصيد بوكيمون بالحقيقة يعني تروح وتمشي في مدينتك وتروح لأماكن وعينة وتلاقي فيها بوكيمون نادر وتروح وتصيده فالمهم هاليوتيوبر روسي كان جدا مشهور في هاللعبة وعنده عدد فيديوهات يروح لأماكن عامة بروسيا ويصيد فيها بوكيمون وفي أحد الفيديوهات قرر إنه يدخل على كنيسة ويدور إذا فيها بوكيمونز أو لا وفي الفيديو قال أبي أدور وأصيد أكثر بوكيمون نادر اللي هو جيزس أو بالعربي نبي الله عيسى عليه السلام وهذه إساءة واضحة للديانة المسيحية وكمان للمسلمين إنه نحن من آمن بسيدنا عيسى عليه السلام والفيديو تبعا انتشر بشكل جدا كبير جاب مليون مشاهدة بأقل من شهر وكثير الناس ما عجبهم محتوى الفيديو فصاروا يتصلوا على الشرطة بروسيا ويقدموا بلاغات عليه وفعلا تم إلقاء القبض عليه من الشرطة وتحويل قضيته إلى المحكمة وتم الحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة إساءة للأديان بس نظرا لعمره الصغير 21 سنة خففوا الحكم إلى سنتين ونص فهذا اليوتيوبر دخل على السجن بسبب لعبة بوكيمون جو بس السبب الرئيسي هو إساءة للأديان بالمرتبة التاسعة عنا شخص اسمه كيفين لي كان بيشتغل محاسب بشركة هولت أوف كاليفورنيا أو كات كيفين سرق أو اختلس ما يقارب خمسة مليون دولار من الشركة اللي بيشتغل فيها مرت سنوات عن سرقته وما أحد عرف أنه هو الحرامي وبعد عدة تحقيقات من الشرطة والتحريات عرفوا أنه كيفين هو اللي سرق هالمبلغ من الشركة بس ألقوا القبض عليه اكتشفوا أنه صرف 30% من هالمبلغ على لعبة جيم أوف وور يعني فوق المليون دولار على هاللعبة وخلال التحقيقات قال أنه كان مدمن بشكل جدا كبير على لعبة جيم أوف وور وكان محتاج فلوس عشان يطور من مملكته في اللعبة والمشكلة أنه لعبة جيم أوف وور لعبة جدا سيئة ورخيصة هي بكل بساطة لعبة موبايل تبني فيها مملكتك وبتشن حروب على ممالك ثانية أو بتعمل تحالفات معهم وكل ما تدفع فلوس حقيقية باللعبة بيزيد مستواك أسرع المهم كيفين تم الحكم عليه بالسجن مدة 40 سنة هو عمره حاليا 45 فرح يطلعه عمره 80 تقريبا وطلع هالحكم عليه مو بسبب أنه صرف فلوس على اللعبة لأ بل بسبب أنه اختلص فلوس من الشركة اللي بيشتغل فيها بس الهدف الرئيسي من صرفها للفلوس هو عشان يصرفها على هاللعبة السيئة بالمرتبة الثامنة عام 2010 كان فيه لاعب اسمه كولين ماتيز وكان مدمن على لعبة وورد فوركرافت من تطوير شركة بلزر فيه شخص بوورد فوركرافت كان دائما يهزم كولين باللعبة واللعبة كانت دائما تدخل كولين ضد هذا الشخص وكل مرة ينهزم ويندعس منه راح كولين ويشتكع على هذا اللعب وقال أنه هكر وغشاش وكذا وهو ما عنده أي دليل فقط لأنه كل مرة عم يخسر منه الشركة عملت تحقيق وشافت أنه هداك الشخص ما هو غشاش وما قاعد يستعمل هكر كولين ما عجبه هرد من الشركة فقرر أنه يأغلق سيرفرات لعبة وورد فوركرافت للجميع في العالم فراح وسوى هجوم دي دي او اس على سيرفرات بلزر هذا الهجوم بيسوي زيادة ضغط على سيرفرات اللعبة وفعلا سكر سيرفرات اللعبة بكل مكان بالعالم بعد شوية تحقيقات من الشرطة عرفوا مكانها وتم القاء القبض عليه وتغريمة 30 ألف دولار هذا المبلغ دفعته شركة بلزرد عشان ترجع تشغل السيرفرات وتم الحكم عليه بالسجن مدة 6 شهور بس المشكلة مو هنا المشكلة أنه هو مواطن روماني قاعد في أمريكا بفيزة هجرة وحاليا تسجل أنه ارتكب جرم على ملفه فاحتمال كبير أنه ينطرد من أمريكا ويرجع على بلده رومانيا وكل هذا لأنه كان فيه واحد عم يذبحه بلعبة World of Warcraft في المرتبة السابعة دولة اليابان تعتبر من أكثر الدول في العالم المهتمة في ألعاب الفيديو سواء من ناحية لعبين محترفين أو مطورين ألعاب بلاي ستيشن بكبرها شركة يابانية فعشان كذا بعام 2014 اليابان عملت قانون جديد بيجرم أي شخص بيستعمل هاكات بألعاب الفيديو حرفياً لو تستعمل هاك بأي لعبة في اليابان في احتمال جداً كبير أنك تروحها السجن بعد تطبيق هالقانون بعدة أسابيع في لعبة شوتر كانت جداً مشهورة باليابان اسمها Sudden Attack الشركة المصنعة لهاللعبة اسمها نيكسن كانت قاعدة تعاني من الهكر والغشاشين باللعبة فشركة نيكسن استغلت هالقانون ورفعت بلاغات بالشرطة على ثلاث أشخاص كانوا معروفين باستعمال هاكر بلعبتهم وفعلاً تم إلقاء القبض عليهم كلهم وحبسهم مع أنه كانت أعمارهم ما بتتجاوز السبتعشر سنة وشركة نيكسن رفعت بلاغ على شخص اسمه أكيد يوموتو هذا كان عنده أكبر موقع لبيع الهاكات بلعبتهم لعبة Sudden Attack وتم إلقاء القبض عليه من الشرطة واكتشفوا أنه طلع عشرين مليون ين من بيع الهاكات أي ما يساوي 200 ألف دولار هذا الشخص دخل على السجن وثلاث أشخاص اللي كانوا فقط يلعبوا بالهاكات كمان دخلوا على السجن بس ما أحد بيعرف كم سنة أو شهر تم الحكم عليهم لأنه هالمعلومات سرية باليابان لو في أي مكان بالعالم شخص مساكوعه بيستعمل هاك سواء في اليوتيوب أو بث مباشر أكثر شيء ممكن يصر له هو أنه ياخد بان من اللعبة والناس يتمسخروا عليه أنه هاكر وغشاش بس باليابان لا الوضع فيه سجن حرفيا بالمرتبة السادسة فيه شخص اسمه جاستن كارتر في أمريكا وهذا الشخص كان محترف بلعبة ليغوف لجند جاستن جاب لقطة جوا لعبة ليغوف لجند كانت جدا رهيبة وأحد أصحابه أخذ هاللقطة ونشرها على الفيسبوك وكتب تعليق مع اللقطة بما معناه أنه جاستن يا مجنون كيف سويت هاللقطة الرهيبة فجاستن صاحب اللقطة شاف البوست تبع صديقة على الفيسبوك ورد عليه وهو متحمس إيه شايف كيف أنا مجنون قاعد أفكر أخذ سلاح وأروح أرش الحضانة اللي جنبي أبي أشوف دم الأبرياء يطير قدامي بعدين كتب بعدها لأو أل جي كي أنه قاعد أمزح لاحد ياخد هالكلام جد ممكن حد يقول حاليا وين المزح بهالموضوع شو هالكلام حط في بالك أنه المزح يختلف من بلد لبلد وثقافة لثقافة يعني أنت حاليا الممكن لما تلعب ضد أصحابك بداية الجيم تحكي لهم أنه رح أذبحكم ذبحها الجيم فممكن حد يسمع هالجملة أنه رح تذبح أصحابك ويأخذها على محمل الجد ويروح يبلغ عليك الشرطة وهذا الشي صار بالزبط مع جاستن فيه واحدة ساكنة بنفس منطقته شافت تعليقه على الفيسبوك وراحت وبلغت عليه الشرطة والشرطة ألقت القبض عليه وحولتها للمحكمة وتم الحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بديية قيمتها نص مليون دولار وحطوا عليه لقب إرهابي والسبب وراها الحكم القاسي أنه من شهر في نفس منطقتهم في أحد الأشخاص راح على مدرسة وكان معه سلاح وقتل ناس أبرياء هناك واللي ما يدري هذا الشيء يصير بشكل جدا كبير في أمريكا فالمهم بعد عدة أشهر أمه وأبوه لهذا الشخص دفعوا الدية اللي هي نص مليون دولار وطلعوا من السجن وبعد خمس سنوات قدر المحامي تبعه أنه يشيل عنا لقب إرهابي فنصيحة انتبهوا من أي شيء تكتبوه أونلاين حتى لو كان مزح مو شرط الكل يفهم الكلام أنه مزح أو دعابة بالمرتبة الخامسة بعام 2015 كان في أب وأم من أمريكا مدمنين على لعبة الكمبيوتر وورد فوركرافت كانوا مدمنين على لعبة بشكل جدا كبير لدرجة أنهم أهملوا تربية بناتهم كان عندهم بنتين واحدة عمرها عشرة والثانية خمس سنوات أهملوهم بالكامل وقضوا كل وقتهم عم يلعبوا وورد فوركرافت أحد الجيران اكتشف هالشيء وبلغ الشرطة والشرطة بس اقتحمت بيتهم شافت وضع الأطفال جدا سيئ أولا ما دخلوا أولادهم على المدرسة بنت عمرها عشر سنوات والثانية خمس سنوات ما دخلوا على المدرسة أبدا البنات كانت أسنانهم متسوسة ومدمرة بالكامل وكانوا عم يعانوا من عدة أمراض بسبب وصاخة البيت اللي ساكنين فيه فالمهم تم الحكم على الأم والأب بتهمة العنف ضد الأطفال الأب بنحكم عليه خمس سنوات سجن والأم ثلاث سنوات ونص وتم سحب الأطفال منهم نهائيا يعني حتى بعدين بس يطلعوا من السجن وغيروا وضعهم خلاص ممنوع يربوا أطفالهم وما بيعترفوا فيهم أبدا فانتبه في يوم من الأيام يوصل إدمانك في الألعاب لهالدرجة في المرتبة الرابعة كان فيه فريقين عبيلعبوا ضد بعض بتحدي جداً مهم بلعبة كولوف جيوتي وورد وورد 2 وبنهاية التحدي فيه فريق فاز وفريق خسر والفريق الفايز بدأ يهايط على الفريق الخسران ويشوف نفسه فصار يقولهم دعسناكم انتوا منوب ومن هالكلام فأحد اللاعبين من الفريق الخسران ما استحمل هالشي وقرر يعمل السواتينغ لقائد الفريق الفايز ولي ما بيعرف شو يعني السواتينغ هذا مصطلح جداً منتشر بين السريمرز واليوتيوبر بالذات في أمريكا وأوروبا وهو بكل اختصار انه شخص بيسوي بلاخ كاذب على شخص ثاني يعني بتعرف عنوان بيت شخص انت حاقد عليه تتصل بالشرطة بشكل سري وبتقلهم هذا الشخص رهابي عنده رهائم بالبيت عنده اسلحة عنده متفجرات فالشرطة بتروح وبتقتحم بيت هذا الشخص بسرعة فالمهم أحد أعضاء الفريق الخسران اسمه تيلر باري اتصل بالشرطة وقالهم أنا قتلت أمي ومعاي مسدس وحالياً رح أكتل أبوي وأخواني لو ما جيتوا بسرعة رح أكتل كل اللي في البيت وراح عطاهم عنوان الشخص اللي من الفريق الثاني والشرطة راحت فوراً على العنوان والشخص اللي عملوا البلاغ الكاذب عليه ما كان ساكن لوحده في البيت لا كان ساكن مع عيلته فأبو لهالشخص بس شاف فيه سيارات شرطة برة طلع يشوف شو الوضع وكان ماسك بإيده ريموت التلفزيون الشرطة فكروا سلاح وأطلقوا النار عليه فوراً وقتلوه فتيلر باري أحد أعضاء الفريق الخسران تسبب بمقتل أبو أحد الأعضاء من الفريق الفايز بسبب جيم كورف ديوتي وتم الحكم على تيلر بجريمتين جنائية كل واحدة عقوبتها عشرين سنة تقريباً فيعني رح يقعد بالسجن قريب الأربعين سنة بسبب البلاغ الكاذب اللي يسوا اللي أدى إلى مقتل أبو الشخص اللي من الفريق الثاني وصراحة أشوفه يستاهل في المرتبة الثالثة في عام 2018 كان في شخص في أمريكا اسمه أنثوني كلارك سرق سيارة من الشارع وشغلها وصار يمشي بنص المدينة بالسيارة المسروقة وصارت لاحقه الشرطة عدة سيارات شرطة ماشي وراه وظل يهرب منهم مسافة 60 كيلومتر بعدين طلع من سيارته راح بنص الشارع طلع واحد من سيارته وسرقها ومشي وظلت الشرطة وراه بالأخير تم القاء القبض عليه من الشرطة واكتشفوا أنه كان متعاطي حبوب الاس دي اللي هي حبوب مخدرات تسبب هلوسة والشخص بس راح تأثير الهلوسة منه اتفاجأ بس الشرطة قالولا شو الشي اللي كان عب يسويه قال لا أنا كنت قاعد ألعب جي تي اي كان هاي الشخص حرفيا قاعد يهلوس ومفكر أنه كل شي قاعد يسويه هو قاعد يلعب لعبة جي تي اي أو حرام السيارات على البلاي ستيشن وبعد عدة تحقيقات طلع فعلا كلامه صح كان نفكر نفسه عم يلعب جي تي اي ما هو مستوعب من وراء حبوب الهلوسة أنه قاعد يسوي هالشي بالحقيقة وطبعا تم الحكم عليه بالسجن بس ما منعرف كم سنة بالضبط بالمرتبة الثانية في عام 2010 كان في شخص بفرنسا اسمه جوليان براكس جوليان كان عب يلعب تحدي جدا مهم بلعبة كونتر سترايك أو سي اسكو الفريق الخصم ذبحها بالسكين وصار يعملها تي باك اللي ما بيعرف أولا أنك تذبح واحد بالسكين بلعبة كونتر سترايك تعتبر إهانة جدا كبيرة بعدين تعملها تي باك اللي هي تضل تنحني فوق جستا هي إهانة ثانية وفوق هذا كله هذا الشي صار بتحدي مهم مو والله بيجام عشوائي لا بتحدي وفي ناس عبي شوفوه فجميع اللاعبين صاروا يتمسخروا على اللاعب جوليان على الموقف اللي صار معاه وهذا الشي خلا يعصب بشكل جدا كبير خلا يعصب لدرجة أنه قضى ست أشهر بعد هالجيم يحاول يعرف عنوان الشخص اللي ذبحه بالسكين وفعلا قدر يطلع عنوانه كان اسمه مايكل وكان ساكن قريب منه فرنسا فجوليان راح على بيت هذا الشخص دق عليه الباب وأول ما فتح له الباب أخذ سكين وطعن بقلبه يب لهالدرجة كان حاخد عليه لحصنا الحظ السكين ما إجت بقلب مايكل لا إجت بجانب قلبه بشوي فالطعنة ما كانت قاتلة وتم نقل مايكل للمستشفى بشكل جدا سريع وضل عايش وتم الحكم على جوليان سنتين سجن وسنتين لازم ياخد فيها دروس أنجر منجمنت واللي هي دروس تخلي الشخص العصبي يتحكم بنفسه وكان الحكم مخفف عليه لأنه أولا هذا الشخص ما مات وثانيا جوليان كان صغير عمره أقل من 20 سنة فأرجوكم لا حد يخلي العصبية من ألعاب الفيديو توصل معاه لهالدرجة بالمرتبة الأولى عنا لعبة غريبة نوعا ما وبكل صراحة ما ندري هل الشخص اللي لعبها نسجن ولا نخطف ولا نقتل ما عنا أي فكرة واللعبة اسمها سات سيتن أو الشيطان الحزين لعبة جدا غريبة ومخيفة وما تقدر تلعبها إلا عن طريق الدارك ويب أو الانترنت المظلم اللعبة عبارة أنك عم تمشي بممرات بالأبيض والأسود وعم تسمع أصوات غريبة عم تشتغل والأصوات هاي لو بتعكسها بيطلع كلها كلام شيطاني وتحضير أرواح وأثناء لعبك لللعبة رح يطلع لك كتير صور لناس ميتين وهالصور كلها حقيقية ناس ماتوا بالحقيقة بجرائم قتل غامضة موجودة صورهم باللعبة وفيها شخصيات أطفال كذا واكفة وشكلها جدا مخيف وأكثر شي غامض صراحة أنه في قناة على اليوتيوب اسمها Obscure Horror Corner هاي القناة معروفة أنه بتحمل كل شيء عن ألعاب الرعب فبعام 2014 هاي القناة هي أول قناة بتنزل فيديو عن هاللعبة وهذا آخر فيديو بتاريخها القناة إي حرفيا صاحب القناة ما نزلوا ولا شيء من ست سنوات بعد ما نزل هالفيديو مع أنه قبل كذا كان فعال وبيحمل فيديوهات دائما وحتى حسابه على تويتر آخر تغريدة إلو كان بعد نزول الفيديو بأيام قليلة فبعض الناس قالوا أنه ممكن صاحب القناة انسجن لأنه قاعد يروج للعبة فيها صور ناس مقتولين بالحقيقة وغير كذا اللعبة من الدارك ويب اللي هو غير قانوني وبعدين انمنع من رفع الفيديوهات على اليوتيوب اللي ما يدري في كتير قوانين بالعالم لو يوتيوبر حما الفيديوهات كانت ضد قوانين الدولة فالمحكمة بتمنع هذا الشخص من أنه يرفع اليوتيوب لفترة معينة وبعض الناس قالوا نخطف أو نقتل لأنه اللعبة واضح أنه جدا غريبة فشاركونا بالتعليقات شو رأيكم قصة هاللعبة وشو صار بهذا الشخص فإيه يا شباب هالفيديو لليوم أتمنى أن أكون أعجبكم أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تلعم الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات مين أكثر واحد في هالفيديو تحسوه مسكين وما يستاهل الحكم الإجعلة ومين أكثر واحد تحسوه يستاهل أتمنى تشاركونا بالتعليقات وبس كان معكم بشاركي يال بشاركي كيش كم ديهاد الثاني إن شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة